بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملآت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملآت أركانك كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين يا أولى الأولين ويا أولى الأولين الأولين اللهم أغفر لي الذنوب التي تهتك العصان اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئتين أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خضع متذلل خاشة أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائذ حاجة وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديمي ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرايا نادما منكسرا مستقلا مستغفرا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري عذري وإدخالك إياي في سعتين من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة حظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي دعائي خاضعا لربوبيتك هيغات هيغات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتك أو تبع عذاما أذنيتك أو تشرد من آويتك أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسنين نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفا بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا ظنوا بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثا يسير بقاءه قصير مدثا فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاري فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير مسكين مستكين يا إلهي يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو أشكو ولما منها أضج وأبكي أبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدثه فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراتك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا العاملين ولأصرخنا إليك صراخ المستصرخين ولأبكينا عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياف المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها تترك فيها هيهات ما ذلك الظنبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت وقلت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل فناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شغودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظيه من كل خيرين تنزله أو إحسانين تفضله أو برين تنشره أو رزقين تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا علي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي فاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنغار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب طوّع على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب ليال جدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأراده ومن كادني فكاده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفتين لذلك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي متأت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي وكفني شر الجن والإنس من أعذائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه ذواء وذكره شفاء وطاعته فناء إرحام ما الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلّم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا شكرا 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 شكرا